يؤكد اتساع رقعة الإرهاب الذي يستهدف معظم أرجاء العالم أن الأمر أصبح أفة كبرى تستدعي المزيد من الجهد والتعاون على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يكف عن الدعوة لمحاربة الإرهاب لم يحرك حتى الآن ساكنا وما زالت دعواته دون أفعال على الأرض تفجير سان بوتروسبورغ في روسيا جاء كفرصة جديدة لإقران القول بالفعل بالنسبة لترامب وغيره ويبدو اليوم أن هناك حالة من الوعي أصبحت تنضج لدى ترامب لخطورة الإرهاب الذي ينتشر يوما بعد يوم في كل أرجاء العالم وعبر عن ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إثر التفجير الإرهابي في مدينة سان بوتروسبورغ المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أعلن أن ترامب عبر خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بوتن عن وجهة نظر مشتركة بضرورة محاربة الإرهاب سوية وأن الرئيسين اتفقا على وجوب هزيمة الإرهاب بشكل نهائي وسريع وهذا يكشف أنه لم يعد هناك مهرب أمام ترامب لإعلان مواجهة حقيقية ضد الإرهاب وضرورة التعاون مع روسيا للقضاء عليها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمرين صحفيا مشترك مع نظيره القرغيزي إيرلان أبدلدايف اعتبر أن التفجير في مترو أنفاق سانبتروسبورغ يؤكد ضرورة توحيد الجهود في مجال مكافحة الإرهاب أنا على قناعة بأن ذلك يؤكد لنا مرة أخرى ضرورة زيادة التعاون المشترك في مواجهة هذا الشر العالمي وإن الكفاح المشترك ضد الإرهاب والمظاهر الأخرى للجريمة المنظمة يشكل جزء من التعاون الروسي مع كل الأطراف الساعية جديا لمحاربة الإرهاب واعتبر لافروف أن الترويج للعمل الإرهابي في سانبتروسبورغ بأنه جاء انتقاما لسوريا هو أمر خسيس معربا عن أمله في تخلي شركاء روسيا بالخارج عن معايير مزدوجة بشأن الإرهاب اشتركوا في القناة